مرحبا وكيف الحال؟ إذا عندك آلام في الظهر والأرجل أو عندك احتباس بالسوائل حاسس بنكهة زي المعدن في فمك أو في رائحة غريبة من الفم قريبة من رائحة البول كل هذه أعراض لتلف الكلا وأعراض للكرونيك كيدني ديزيز المرض اعتلال الكلا المزمن في حلقتنا اليوم سنحكي بالتفصيل عن إيش هذه الأعراض اللي من خلالها تتكهن بضعف الكلا الحمد لله الكلا من أكثر الأعضاء في جسم الإنسان القدرة على التكييف لما يؤذيها المشكلة اللي بتخليك أنه ممكن يصير مر عليك سنوات من إيذائك لكلتك حتى بدون ما تحس وتعرف ولما تعرف بكون بعد فوات الأموان اكتب لي بالتعليقات في بداية الحلقة هل أنت بتعرف حدا بيغسر الكلا وهل أنت بتهتم لتشوف البول عندك بعد ما تتبول هل في رغبة أو لا كل هذا اكتب لي إياه حتى نناقش إيش هي أهم الأعراض وكيف تعرف أنه كيلتك بمشيئة الله سليمة ومعافية وتكون عارف متى لازم تألم أكيد بداية حلقتنا جيب مسبحة ورأو ألم عشان نسجل كل التفاصيل وإذا أنت بعد الفطور أكيد جيب فنجان قهوة خلينا نحكي بكل التفاصيل وراجعين بعد الفاصل أول هذه الأعراض هي الإرهاق والتعب وفقر الدم الكلا هي أهم عضو في جسم الإنسان بما يتعلق بإفراز وتصنيع كوريات الدم الحمراء فإنت لما يكون في عندك مشاكل في الكلا معناته قدرة الكلا على إنتاج وإفراز هرمون الالتروبيوتن المسؤول عن تحفيز مخاعل عضر على إفراز أو صناعة كوريات الدم الحمراء فلما بتتعب كلتك معناته سيصير في عندك فقر في الدم الدم أو الهموغلوبين أو كوريات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى كل خلايا الجسم فنقص كوريات الدم الحمراء معناته نقص تزويد الأكسجين للدماغ فهيصير عندك تعب نقص توجيد تصنيع الأكسجين أو نقل الأكسجين للعضلات معناته أن داء رياضي منخفض انخفاض الأكسجين حتى اللي رايح للكلا بأذي الكلا على المدى الطويل نهيك أنه أصلا الكلا لما هي بتتعب معناته في تراكم في السموم اللي بتعجز الكلا عن إخراجها هاي دي السموم بطبيعتها بترفع التوتر والإيجاد في الجسم وبتعيق أنزيمات الجسم عن قيام بعملها فنتجتها رح يصير في عندك إرهاق وتعب مزمن العرض الثاني هي مشاكل النوم لما يتراكم عندك السموم في جسمك فهي توتر في كل الجسم ونتيجة أصلا صعوبات الكلا في إخراج السوائل من الجسم بصير فيه ارتفاع في ضغط الدم احتباس السوائل بصير فيه ضغط على صدرك في عملية التنفس بسبتراكم السوائل كل هذا رح يعيق كفاءة الدخول بالنوم دخولك بالنوم هو الفترة اللي جسمك بيصلح فيها المشاكل والفترة اللي فيها بيحرق الدهون فلما يكون جسمك مليان بالسموم فما رح يكون نومك جيد بما يكفي العرض الثالث هي حكية الجلد الشديدة مع الجفاف الجلد وفقدان نظارته الجلد هو مرآة الجسم فأي مشكلة بتصير في جسمك رح تنعكس فيها على جلدك جلدك هو أكبر عضو في جسم الإنسان لأنه بيغطي كمساحة كل الجسم فلما بتتراك من السموم هذه السموم هتوصل لكل خلايا جلدك وبالتالي بيفقد الجلد القدرة على النموم بطريقة جيدة لأنه أكثر العضو بيتم إعادة تخليقه وجود سموم حيصير في عندك مشاكل في الجلد وتغير في لونه وظهور لبعض البقاع وحيصير في تحسس في جلد هذا ونتيجته حيصير حكة مزمنة لا تتوقف ما بتوقف الحكة الموجودة عندك العرض الرابع هو ارتفاع ضغط الدم وهو من أهم أعراض مشاكل الكلة الكلة هي أهم عضو في جسم الإنسان في موضوع تنظيم ضغط الدم لأنه الكلة هي اللي بتتنظم أملاح والسوائل داخل الجسم إذا ارتفع كمية السوائل في جسمك وارتفع ضغطك الكلة نفسها بتحس بارتفاع الضغط وبتعمل على أنه تطلع لك السوديوم من داخل الدور الدموية إلى داخل الكلة عشان يتمطرح السوديوم بما يرافقه من مي إلى خارج الدور الدموية ارتفاع ضغطك بدون ما تقدر تنزله حتى باستخدام الأدوية والعقاقير الطبية بيدل على شغلة واحدة إن لما عندك مقاومة إنسولين سكري شديد وعم تستمر بتناول السكريات أو عندك مشكلة في الكلة لأنه ضغط الدم ما برتفع فقط في الكلة وإنه برضو برتفع بمقاومة الإنسولين والإصابة بالسكري والتوتر الشديد دير بالك في ارتفاع ضغط الدم وهو بالنهاية برضو بتلف الكلة 30% من اللي برع بيكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم بيغسلوا كلا بعيد الشر و50% من مرض السكري بصير يغسلوا كلا بسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكريات في الدم اللي بتتلف نفرونات الكلة أما العرض الخامس فإنه يطلع عندك في البول رغوة خصوصا أنه أنت قاعد فإنت قاعد عمالك بتتبول أم تتفرجت على البول عندك في رغوة والرغوة هذه حتى لما بتعمل فلش للتويلت ما بتروح هذا بدل إنه في بروتين موجود عندك في البول من وين بيجي هذا البروتين؟ هو بروتين الألبومن وهو نفس البروتين المكون لبروتين البيض وهو نفس السبب الرغوة لما بتخلط البيض ونت بتعمل أم لت هذا البروتين ما المفروض يطلع مع البول ومسؤولية محفظة بومان الموجودة في الكلة على فلترة الدم وإخراج الأملاح والأب والفضلات والإبقاء على البروتين ومكونات الدم الأساسية داخل الدم لما يصير فيه تلف في محفظة بومان بتصير ترشح البروتينات من خلالها وتظهر للأسف في بولك العرض اللي براه اللي هو العرض السادس هو أنه يصير فيه مشاكل في موضوع التبول وتكرار عدد التبول في بعض الناس في بداية المراحل بيصير يروح على الحمام زيادة عن اللزوم كتير بروح على الحمام وهي من مشاكل الكلا وهي من مشاكل كترة تشرب المي كمان فإذا أنت بتشرب مي كتير أنت بتبطل تقدر تعرف إيش مشاكلك التبول الكتير هاد بسبب المي الكتير ولا بسبب مشاكل في الكلا ولا بسبب مشاكل في السكري فاشرب يا سيدي لما تعطش المهم مع الوقت بقل عدد ذهابك للحمام وبتصير تتبول كتير أقل من المعتاد والطبيعي وبتبلش تصير لتوصل لمرحلة أنه ما في تبول أساسا وقتها بصير واحد يغسل كلا بسبب توقف الكلا نهائي عن العمل العرض اللي بعده مرتبط بعدد أقل في ذهابك للحمام كركاءة الكلا في ترشيح الدم وإخراج البول صارت أقل فبصير عندك احتباس في السوائل بتلاقي أنه رجريك فيها احتباس بالسوائل الرقبة بتوصل كل منطقة القدم والساق فيها احتباس بالسوائل هذا الاحتباس بكل بساطة لأنه أنت كلا ما عم تقدر تتخلص من السوائل ممكن يكون سبب احتباس السوائل مش بس الكلا ممكن يكون سبب مشاكل في الكبد كبد دهني ممكن يكون مشاكل في عضلت القلب فشل قلبي أو ممكن يكون في مشاكل في الأورد الدموية في منطقة القدم في كل الحالات احتباس السوائل مش إشي ينسكت عليه لازم تروح مباشرة على الطبيب أما النقطة السابعة فهي زيادة كمية اليوريا أو المادة الفعالة في البول في الدم ارتفاع تركيز اليوريا عندك في الدم يعطيك بدخلك في حالة بنسميها اليوريميا وهاي الحالية بتخلي فيه تراكم في سموم اليوريا داخل الدم تراكم السموم معناته فيه احساس بالتسمم داخل الجسم الجسم بيحس أنه أنت بتسممه في شيء داخل غلط لدمك فبيبلش الجسم يعملك بشي وقائي أنه يخليك تستفرغ الأكل السام من اللي تسبب بهاي الحالة طبعا في حالة الكلا أنت الأكل السام صار لك فترة زمنية طويلة عم تاكله وحاليا أنت تسمم بسبب تلف الكلا وليس بسبب الأكل فبيصير عندك رغبة بالاستفراغ والمراجعة والقيء بالإضافة للغثيان المستمر مع تراكم الوقت وتراكم اليوريا بتصير تجاوز اليوريا والكرياتينين الحاجز الدماغي الدموي وبصير تراكم هاي السموم داخل الدماغ تأثر سلبا على وعيك وعلى طريقة تفكيرك فممكن الشخص يوصل للمرحلة من الهديان ببطل يقدر يعمل التاسكات أو المضائف اللي فيها تركيز وبصير قدرته على التفكير الإبداعي منخفضة جدا النقطة اللي بعدها اللي هي النقطة العاشرة يوجود الآلام في العضلات بشكل عام وتحديدا الأرجل وأعلى الظهر في مكان الكلا طبعا لأنه الكلا هي المسؤولة عن تنظيم الأبلاح في الجسم والأبلاح هي المسؤولة عن انقباض واتخاء العضلات خصوصا المغنيسيوم والبوتاسيوم فبالتالي بصير عند الشخص ألام في عضلاته وألام في عضلات الظهر وخصوصا في منطقة الكلا اللي عمالها بتتأذى من جوه فهذا الشعور ألم الكلا ترى هو أقوى ألم ممكن يحسه الإنسان النقطة الأخيرة اللي هي في أسوأ المراحل بتصير هي ضيق النفس وآلام الصدر لما أنت يصير عندك احتباس سوائل يزيد بتجاوز مرحلة الأقدام بصير احتباس سوائل في منطقة البطن احتباس سوائل في منطقة الصدر وقتها بصير السوائل بتضغط على قلبك فبتعمل آلام عندك في الصدر ووصول الدم أو وصول السوائل للرئة بيخلي نفسك ينقعي قصير أصعب أول إشي أنت عندك انخفاض في تعداد كرة دم الحمراء فبتحس بضيق نفس وعندك مي في رئتك بتخلؤك حرفيا من هاي السوائل فبصير حتى نفسك صار صعب بسبب تراكم السوائل الله يحمينا ويرحمنا إذا عندك من هذه الأعراض ما تصبر على حالك الكلا مو لعبة فروح زر طبيبك حتى يعمل لك فحص اسمه أنزيمات الكلا في عندنا أنزيمين عادة بتم من خلالهم معرفة وضع الكلا عندك الأنزيم الأول اللي هو الكرياتينين والكرياتينين هو عبارة عن بروتين يتم تخليصه أو يتم تصنيعه من عملية هدم العضلات واللي دائما بتم هدمها وبناءها هذا الكرياتينين بتراكم في الجسم وتعمل كلا على إخراجه طبعا الأشخاص اللي عندهم قصور في الكلا بيرتفع عندهم عند الأصحاء لازم يكون الكرياتينين بين 0.5 ل 1.2 ميلي جرام بير ديسي ليتر أما الأنزيم الثاني اللي بفحصوه فهو اليوريا أو البلد يورين نايتروجين لما بفحصوا اليوريا عندك هو اليوريا يبارا عن مادة بتنتج من عملية تحطيم الأحماض الأمنية وانتزاع النيتروجين منها بنتج من خلال نزع النيتروجين مادة سامة اسمها الأمونيا وهذه الأمونيا بتقوم الكبد على تحويلها لليوريا الأقل سمية اللي بتنتقل من خلال الدم إلى الكلا حتى يقوم الكلا بالتخلص منها عند الأشخاص الأصحاء عادة بتكون اليوريا بين 8 و 30 ميلي جرام للديسي ليتر الواحد وعند الأصحاص اللي عندهم مشاكل بكلامة تبلش ترتفع هذا اليوريا وبدخل في حالة اليورينيا بداية حلقتنا اليوم الكلا مش لعبة إذا عندك مشاكل فيها فضروري أنك تروح لطبيبك وتفحص أنزيمات الكبد هاي الأعراض حتى أنت تعرف بدري أنه عندك مشكلة وتروح لطبيبك حتى يتتخذ الحل الصحيح من بداية المراحل فتمنع تدهور حالة الكلا لأنه أمراض الكلا عادة بتظل حالة المريض تدهور فيها من مرحلة الأولى التانية التالتة وصولنا الخامسة اللي بصير وقت هل إنسان بيغسل كلا؟ بدايتك في الطريق الصحيح من مجرد ما تعرف أن في عندك مشكلة بمنع تدهور الحالة بخليك تعيش حياتك المديدة بصحة وعافية بلاية حققتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل بتعرف حدا بيغسل كلا؟ هل أنت بتهتمل لون البول أو مشاكل الكلا اللي فيه أو رائحة البول تهتمل الرغبة اللي على البول؟ خلينا نتناقش بالتفاصيل كله في صندوق الوصف أو بالتعليقات بلاية حققتنا أكيد إذا شايف المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على الغيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تتيجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة لك أكيد بداية حلقتنا بردعوكم تنضموا العلمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة سكيتو أنت فاستين كرينت وبتقدروا تتابعوني بالإنستغرام والسناف شات والتيك توك كل ما في الحلقة بالمعلومات موجودة ومصادر موجودة في المقالة الموجودة في التعليقات المثبت تحت وموجودة في صندوق الوصف أكيد بنهاية الحلقة إذا بدك معلومات إضافية عن تأثير لون البول إيش بدل لون البول لما بتتبول الله يكرمك تقدر تحضر الحلقة لهم وأشوفكم إن شاء الله في حقات الجاي وبأمان الله مع السلامة